اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شهدت عدة مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى سحب رعضية ممطرة يصحبها سقوط الامطار على عدة مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه سور الأقمار الصناعية إلى تحرك السحب الرعضية شرقا لتؤثر على مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة على خليج السويس وسيناء واستمرار تأثيره على القاهرة والوجه البحري والدلتب الكامل وشمال الصعي يصحبها الرعض والبرك وتتساقط منها الامطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف المدن السابق ذكرها وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والأتربة النتيجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطة من السحب الرعضية وتستمر هذه الأجواء حتى يوم الجمعة وتتوقع هاية الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة تقص معتدل على كافة الأنحاء وذلك في الصباح الباكر شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ويتوقع أن يشهد الجمعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد أيضا تشهد الجمعة فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعضية أحيانا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد في سياقنا متصل أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم القميس نظرا لسوي الأحوال الجوية حيث بلغت شدة الرياح 35 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وأصدر لواء المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمدير المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني وأيضا المتابعة مع الهيئة العامة لأرصاد الجوية الخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وبالنسبة لدرجات الحرارة الجمعة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 وسهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 وقناء العظمى 44 درجة والصغرى 30 وأصوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرتك